قضية استقبال إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليساريو الأنفصالية والذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة حيث ما زالت هذه القضية تثير المزيد من التفاعلات وردود الأفعال حيث استغربت وسائل علام في أمريكا اللاتينية استغربت استقبال الحكومة الإسبانية فوق ترابها لمن وصفته بالفار من العدالة الإسبانية والمسؤول عن قتل وتعذيب مواطنين إسبان وكلة الأنباء الأرجنتينية كتبت مقالا يتحدث عن حكومة الاشتراكي بيدرو سانشاز التي وضعت القوانين الإسبانية جانبا باستقبالها على ترابها المدعو إبراهيم غالي بجواز سفر مزور يحمل اسم محمد بن بطوش من جهتها تحدث الموقع الأخباري الأرجنتيلي الديسافيو سيميناريو عن فضيحة في إسبانيا بعد استقبال المدعو غالي بجواز سفر مزور للتخفي من القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهم انتهاك حقوق الإنسان أما الموقع الأخباري والشيلي الإسيت فصلت ضوء على نضال الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمة تندوف حتى يحاكم المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية على جرائم الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارجها نطاق القانون والقتل المرتكب بحق مئات الصحراوين والموريتانيين في سجون سرية جنوب غرب الجزار